وليلي لما كنت متجوزة كانت تحصل مشكلة زي اي اتنين في الكوكب اي اتنين في الدنيا في بداية الجواز في نص الجواز واخر الجواز تبقى لهم ثلاثين سنة تبقى لهم ثلاثة عشر وخمستاشر تبقى لهم مشاكل اي اتنين بني ادمين تبقى لما كانت تحصل مشكلة كنت بتروح الماما لأن انسانة كتومة جدا محكيش لحد خالص مشاكلة بس كنت صغيرة محتاجة حد يسنبك بس ما كنتش احكي برضو لا ما كنتش احكي ولا حاجة ولا الاصحابي ولا حاجة انا طبيعة كتومة بس عايز اقولك حاجة برضو يعني عشان برضو الناس لا كده قوي حلو ولا كده قوي حلو لا كده صح ولا كده صح لما بتكون في مشاكل مش صح انك تروحي عمال على البطال تحكي وتتكلمي ومن باب الفطفدة ده غلط ومش صح ان انت تبضلي طول الوقت مكبرة وتقولي انا هوجي مشاكل الواحتي لان ساعات ده تدخل مشكلة كبيرة بتحصر انت مش عارفت حلية خلاص من العقدة عمال تتعقد منك وبعدين مش بالضرورة ان انا كمان ادخل الاهل او ادخل الاصدقاء يعني هو النهارده بقى فيه ناس بتوع علاقات زوجية ومتخصصين ادخل حد متخصص اصدقته انا مفضلش ان ادخل حد من الاهل ولا من الاصدقاء لانه ممكن يبقى فيه تحيز وممكن تبقى النصيحة مش مظبوطة وممكن يبقى فيه عاق كتير لكن ادخل حد متخصص لكن فكرة ان انا محكيش لحد خالص لو معرضش احلي المشكلة بعد يوم اثنين تلاتة شهر والمشكلة زادت وبقى عمالة تتعقد مني مش هيبقى بدا ان انا الجأ لحد يساعد هلا كنت بعمله زمان ما كانش اصح حاجة يعني اه يعني تتراجعي نفسك وبتقولي لا انا كنت بمفروض احكي ومقفلش عاوي على نفسي كده بس لو المشكلة كبيرة تحكيها المتخصص طبعا ليه بتسأل السؤال ده لانه راحزنا انه فيه الاجيال الجديدة اللي هي موليد التمانينات والتسعينات كبرى ودولاتي متجاوزة عندهم عيال بالمناسبة يعني تفتكروش ان الماليسة صغيرين ابدا يجروا بسرعة على بابا وماما يعني فكرة انه نستعين بالاهل بدري اوي ومبكرا صارت فكرة شائعة وكتير بيروح لها وكتير بيعتمد عليها وغالبا على حسب مدرسات بتقوله وعلى القام بتقول ما هيش فكرة حميدة اوي يعني ما هيش الفكرة الصح لانه كتير تدخل الاهل بيعمل ازمة بيعقد المشاكل اكتر وماما اللي انا بحكي لها عن انه هو زعقلي او قال لي كلمة مش ولابد او اتكلم معي بطريقة او بصلي مش عارف ايه او تخنقنا يعني اي مكان الخلاف بطبيعة الحال هي تسندنا لان انا اللي بنتها بالتالي هتبتدي تستخدم كلمات تحملني انا منه اكتر يعني فكرة الام الحكيمة اللي ارجعي بيتك وعادي والجلود فيها مشاكل وانتي اللي غلطانة مكنتش مفروض تردي علي الرد ده دي برضو فكرة مترجعة يعني بتصارت فكرة ما لا ترجع الورا وما بقاش فيه كتير من الاهل اللي بيستخدموها بتحمقوا بسرعة على عيالهم وفي البيت بيتصدع بدري بدري وكتير من حالات الطلاق بترجع ليه ان الاهل تدخلوا يعني بيقولك انه ستين في المئة من حالات الطلاق سببها الاهل مركز القومي ليه البحوث الاجتماعية طلع دراسة قال فيها ان ستين في المئة من حالات الطلاق في الخمس سنين الاولى اللي بيتجوزوا بيعودوا اول خمس سنين بيلجأوا البابا والماما ستين في المئة من حالات الطلاق اللي تمت بالفعل كان سببها ان الاهل تدخلوا في هذه العلاقة طيب تعالي بقى كمان اكمل عد دراسة بتاعتك دراسة تانية بتقول ان اربعة واربعين في المئة من الزيكاد في مصر بتقوم باختيار الاهل تمام؟ ايه الاهل هم اللي بيختاروا العريس والعروس ودي مشكلة ليه بقى؟ لان الجواز ما بيبقاش مشروع ما بين اتنين بيبقى مشروع عائلي ما بين عائلتين فانا بشوف انه تدخل الاهل قبل الجواز اللي بيمثل اربعة واربعين في المئة من الزيكاد وتدخل الاهل بعد الجواز الدراسة اللي انت مستيها لوستي في المئة ما بقيناش انا وهو في علاقة اسرية في بيت مقفول علينا في علاقة بين اتنين نقدر نحل مشاكلنا بسرعة والامور تبقى ابسط بقى فيه اهله وامه واخواته وسلايفه وقصة طويلة عريضة ودي كلها بتاني مشاكل فضيع لاني احكي عمال على بطال ولاني محكيش خالص وحكي المين هو ده لاني انا بفضل دايما محكيش لحد من الاهل بس استات بصراحة بقى استات دايما بيقع هما في الفخدة اكتر من رجالة اه متلاقيش نسبة كبيرة من الرجالة تروح تحكي البابا او تحكي لبابا مش هتلاقي بيحكي البابا خالص اصلا صح بابا ممكن يكون متفاجئ انه تجوز يعني هو بابا مش هتلاقيه قوي في الحكايات دي ما يحكيش لبابا عامل ليه يا حبيبي كويس تمام زي الفل عادي لو هو بقى يعني مخنوق قوي وقافل وبدأ عادي بس بيحكي لبابا لا لا عادي عادي كده اللي هو ايه هي بقى الحكي هو الاساس في الحكايات دي كلها اذا كانت بقى للصاحبة اذا كانت للاختة اذا كانت طبعا لماما وتلاقيها بقى بتحكي وهي لسه في اعلى حتة يعني احنا لما بنحكي واحنا في اعلى حتة في الكنيقة بنحكي بنفعل شديد جدا وبغضب ومحملين بكل بقى الاسوى اللي في الدنيا لا المور كتير بتهدى اعتقد برضو انه لو انت عايزة تحكي ما تقفليش قوي ما تكتميش قوي وخدي رأي اللي قدامك بس ما تحكيش وانت في اعلى حتة يعني احكي بعد ما تهدى يعني بعد ما الكورفين تحكي المين كمان لان انا كمان بشوف انه البيجز بتاعة الفطفدة والاكاونتس اللي على السوشيل ميديا بتاعة الستات اللي هما بيعودوا مع بعض وبيفطفدوا مع بعض وممكن ما بيقوش كلهم حتى عارفين بعض خالص وستات بيقولوا رأيهم لبعض في مشاكلهم مش عارفة ليه بيشوف ده مش مزبوط انا بحيث ان لا ده منطق الفطفدة ولا ده مفهوم الفطفدة ولا الفطفدة ليه ليه انا ناس ما عارفوش هفطفد معاهم مجموعة كبيرة عندهم خبرة خبرة متنوعة بس هما ما يعرفوش ظروفي ما يعرفوش حياتي ما عاشرونيش ولا عاشره جوزي ما ينفعش ان كل واحد قاعد في الاصر العجي بتاعه ينظر ويقول لي رأيه والمفروض ان الرأي ده حتى لو انا قلت انا مش هاخد بيه انا رأي ده استشاري بتأثر بيه بتأثر بيه بشكل حتى لا ارادي خالص في عقلي الباطل وانا بشوف ان ده مش صح لان هي مش بس ما تعرفنيش وما تعرفش حياتي هي كمان يمكن ما يكون معداش خبرة هي كمان يمكن تكون شخصيتها مش سوية انا هعرف من اين ما انا معرفهاش هي ممكن تكون عندها عقد نفسية معينة فانا ممكن تكون مدعاية المثالية فانا ليه احط نفسي تحت يعني تحت تأثير شخص زي ده انا معرفوش لا انا روح بقى لصاحب العلم والمتخصص اللي ينصحني به حيادية لانه كمان فيه ستات قوي كتير تعالي نكون صراحة يا شري ووقعين وحقيقين وفار فيه ستات رفع علم ومشي بيه فهي اي حد هيبعت لها رسالة يقول لها انا لا انتي بتسمحيش وانتي بتوافقيش وتتطلقي وانتي تعيشي وهو ده برده بياخدنا بيجرفنا في حتة مش حلوة واحنا برده مش عايزين نروح لها كتير صحيح فلازم نبقى شوية يعني حكماء واحدة من الحاجات برده اللي الجيل ده اللي متجاوزين حديثا يعني وفي بدايات العشرينات وفي منطقة العشرينات كلها وفي اوال التلاتينات كمان هو انه ما عرفش حاسة ان المرونة والليونة بيتقل كتير كتير يعني عارفين عارفين لما حد ما يبقاش عنده مرونة كده فيقولك ايه يعني ايه بجسمه مخشب ها ومفصله مش متلين علاقات كلها دخلة في السكة دي سكت ان هي عايزة تلين عايزة تاخد وتدي وتبقى حتى العلاقة لو مش مرة انا هتكسر بالزبط ما عرفش ده خطأ في النشأة انه بابا وماما كانوا دايما بينطحوا في بعضه وماما شد حيلها كده وبابا برضه ما ياخدش بيدي فيش حوار اكيد ليه علاقة بالتربية اكيد ليه علاقة بالبيت كان شكله عامل ازاي زايد انه دياني يعني الجيل ده برضه خلقه ده اكدر وزهوق اكدر المعروض كتير قوي يا شكري صحيح يعني انا لو مش مبسوطة معاك على فكرة هتطلق عادي وانا بشتغل وممكن اتجاوز تاني وتالت والمجتمع يعني حاجة حلوة كمان ان المجتمع بيقبل لستة المطلقة ولكن انه خلاص يعني احنا بقينا كتير وبقينا شبابات وانتي بزهقاني طبع لا يا من ده بايه ما احنا عادي والايا اللي هتتعود وتتأقلم فبقى المعروض كتير ما انا بقولك المعروض كتير لا عندهم اختيارات في كل حاجة يعني الجيل ده احنا كان وسائل الترفيه علينا هو ان احنا نفتح التلفزيون ونقضنا تلفزيون لما التلفزيون يشطب احنا خلاص شطبنا وحظينا حلو لو لاينا فيلم حلو لو ملقناش فيلم حلو نقض نستنى ربنا يبعت يعني ربنا يبعت ان شاء الله وبعدين يعني لما ربنا يفرجى اوي مرة نروح سيرك مرة لما يكرمنا اوي اوي نروح يعني اللي هي ايه جيت ده جيل يعني احنا زمان كنا بنتغدى روز امولوغية او سمك او ايه افتراطنا معروف ايوم الحميس عارفين ان هنتغدى ايوم ونزهاش دلوقتي انت الفليورز والطعوم بتاعت كل حاجة في حياتنا كتير اعتقد ان ده منعكس كمان على قدرتنا على الاحتمال وعلى استيعاب الاخر وعلى المرونة والليونة في العلاقات وفكرة كمان ان انا ايه ما بقتش استحمل حد طبوعه مختلفة انا عايز حد شابه شيئا من وجود ما المعروض كتير فانا لو انت مش شابهي هدور على الحال تاني شابهي فانا ليه بقى هتتعبني وتحرق في دمي وحرق في دمك ونحرق وقت مع بعض وبتاع لا خلص انت مش شابهي يلا شكرا فرصة سعيدة اوي باي باي هدور على الشابهي لان انا بقى عندي اقتناع وقناعة ان المعروض كتير وان الفليورز مختلفة وان الدنيا مليانة اشكال والوان لان هي حاجة لا تجزق زي ما بقى كل حاجة في منها كتير واشكال والوان في الحياة بقى كمان الشريك في منه كتير واشكال والوان في الحياة فلو انت مش مناسب في غيرك مناسب يعني اسر النفس اسر النفس بقى موجود دلوقتي نسبة اكبر عارفين اصل العلاقات دي موال كبير يعني مجهود كبير وبحر واسع اوي اه اه لا وبتتعب عليها بتشتغل وتشقى كده عليها وتتعب فيها فتبقى متأسسة وتقيلة كده ومتودكة ومعتق فده بياخد مجهود كبير جدا من الناس لو انت عندك بقى الاساس حب اشكال دايما نقول ان الحب هو الاهم هو اللي بيخليك قادر تعافر وتكمل وتضحي بتعمل حاجات كتير لو مفيش الاساس ده اعتقد ان خلاص يعني يعني هتبقى شركة والشركة تفضلت وانت بتتكلمي عن الجواز والعلاقات الزوجية افتقار تيتا وجده ايه انا جدي ابو ابويا ما حضرتوش ما تبادري لكن جدي وجدتي ابو امي وام وامي حضرتوش كتير وعيشت معاهم في الاول في اول سنين حياتي كمان كانوا عايشين في شبرة ام كانوا عايشين في شبرة وبعدين نقلوا بقى مصر جديدة بعد ما احنا نقلنا بشوية بفتكر انه وكتل عمارة الحقيقة كلها الارايب لا الجيران الكبار اللي هم في سنة تتا وجده الحياة كانت كان فيه يوم في الاسبوع زي ما تقولي ملوخية يوم في الاسبوع سمك يوم في الاسبوع مش عارفية كان جده اما يجي من بره هو عارف ان يوم الحد حينزل وهو راجع حيجيب مع الجرجير وهيجيب مع الفجل وهيجيب عشان البيت النهاردة حياكل كذا من كتر ما هم بيشتعلوا على علاقة يا شري كانوا متعاونين كده جده ولا تقل من رجلتو انه يروح السوق يجيب الفجل والجرجع هو مسئوليات كده في الاسبوع هايزين سيشتريه حاجات معاينة عشان نهاردة الغدا كذا ومن كتر ما هم كانوا شغالين على علاقة ومن كتر ما كانوا متعاونين كان فيه حاجات ما بتتقلش خلاص فيه حاجات بتتحس يعني انت عايشة في البيت شايفة لغة طايرة في الاجواء من غير كلام من كتر ما هو فيه زي ما انت قلتين مجهود مستمر هو حاجة تبوص في البيت جده كان عنده كورنر كده ورا الباب السكة عبارة عن زاوية كده عاملها المكان اللي بيشتغل فيه تلاقي بقى كل حاجة تلاقي بقى شواكيش هو مش عارفة ايه ومفاكاته وبتعه ومساميره وبتعه ولمبة كده وكاونتر صغير كده حديد وكرسي عالي كده يقعد يسلح كل حاجة في البيت هم كانوا قصة حب يهدي لا ما قلوش قصة حب جواز صلونات بس اسسوا حياتهم جواز مناسب مع اتنين مناسبين لبعض اتنين متجوزين بمنطق ان احنا هندفن مع بعض مش بمنطق ان احنا لو مرتحناش هنتطلق ده ما في المنطق ده ما كانش موجود ولا كان ممكن تحصل خلافات اكيد كانوا بيختلفوا بس كان الاحترام هو بطل المشهد طول الوقت كان التأدير هو بطل المشهد عشان كده انا عقليه بقولك قصة تيته وجده لانه هم متجوزوش عن حب لكن متجوزوش عن الحب اللي احنا بنتكلم عنه او اللي انتي بتتكلمي او اللي احنا نتمناه كلنا في الحياة لكن اتجوزوا على اساس تاني خالص مختلف بس فيه حداد كتير اتبنت عليه لانه اساس صح فهي الفكرة في الاساس انا بعتقد نيتك او المايندسات بتاعك احنا المايندسات بتاعنا تفكرنا ما بقاش قائم على انه انا هكمل حياتي مع بني ادم ده وححارب لا انا لو بطلت احبه هتطلق لو مرتاحش معا هتطلق او كده كل ده هتطلق صحيح صحيح انتي تكلمي صح كل اللي احنا نتكلم فيه ده محاولات ان احنا يعني نبص لنفسنا في المرايا يعني نشوف احنا مشاكلنا فين واخطأنا فين ويكون في مرونة في العلاقات دي مستمر مستمر في العلاقات في الطرف التاني وفي الآخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة